جريدة القبس الكويتية بتنشر خبر مهمة أو الحقيقة عن مصدر في وزارة الداخلية الكويتية بيقول إيه الخبر؟ ياريت نطلع على الصورة كده إلغاء اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر وإجراءات أخرى بسبب ما وصفه المصدر لجريدة القبس حاجة غريبة شوية مخلفة السفارة المصرية لقوانين العمل ولا وقحه كما أكدت أن رسوم الأذونات والتصريح والتأشيرات للمصريين جرى تعدلها وفق أسعار الجنيه المصري بعد التغير الأخير في سعر الصرف وقالت كمان الصحيفة أن وزارة الداخلية بتقول أن الخطوات دي اللي خلتها جاءت في إطار العمل على وضع آلية جريدة لضبط الاستقدام من مصر فضلا عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة الحقيقة تفاصيل كتير جدا تعالوا كده نتعرف على تفاصيل أكتر في الاستعراض المعلوماتي ده نتيجة مخالفة السفارة القوانين الكويت توقف أذونات عمل المصريين إلى إشعار آخر تم وقف اتفاقية ربط القوى العاملة وإيقاف الأذونات زي ما قلنا بسبب مخالفة السفارة المصرية لأحكام العمل وقوانينه الرسوم الجديدة زي ما قلت لحضراتكم هتم تحددها بعد التغيرات في سعر صرف الجنيه طيب الإجراءات الجنيدة وزارة الداخلية الكويتية بتقول إيه؟ بتقول إن هي هدفها منع العمالة الهامشية ماشي العمالة المصرية أنا مش عارف الحقيقة قويت شايفة العمالة المصرية همشية إزاي يعني ما علينا العمالة المصرية بتحتل المرتبة الأولى في الكويت ودي الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت لسنة 2022 عدد العاملين المصريين في الكويت كامية جماعة حوالي نص مليون רبعمية، ستة وخمسين ألف وستمائة عامل المصدر أيضا هي الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت بيشكلوا قد إيه؟ تقريبا بيشكلوا حوالي ربع العمالة في البلد يعني المصريين في الكويت حوالي ربع العمالة في البلد كلها يوم 17 سبتمبر اللي فات وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع التأشيرات الصدرة للمصريين ومصر الحقيقة وزارة القوى العاملة عندنا لم تتسلم أي خطاب أو مستند بهذا الشأن وقالت إنها تتواصل مع وزارة الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة الأمر أنا كنت بكلمك من شوية عن برميل البرود برميل البرود اللي بيتكلم عنه أندرسون كلارسون في الموقع البريطاني اللي حكيت لك عنه هو مش بس متعلق بقصة الاقتصاد أو السياسة أو الإخوان أو داعش لا هو تكلم تحديدا على قصة قطاع التصنيع والعمالة العمالة اللي كلارسون بيتكلم عليها مش بس في داخل مصر العمالة اللي في خارج مصر ما هو جماعة إحنا عندنا دائرة مفرغة إحنا بندور جواها في مصر مع هذا النظام الناس اللي موجودة في مصر مرتباتها قليلة فبتقرر تسافر فبيسافر يشتغل في دول عربية الأغلبية عندنا بيشتغلوا في دول عربية السعودية والكويت ليهم النصيب الأكبر خمس العمالة اللي في الكويت مصريين نص مليون مصري شغالين في الكويت كويس الناس دول بيحولوا عملة صعبة لمصر مش كده من الواحد وتلاتين مليار اللي السيسي عايزهم الناس دول السيسي مستهدفهم بمبادرة السيارات اللي تدخل من غير جمارك وبالبيوت بتاعة بيت الوطن إنه هو يدخل يشتري شقة عشان يدخل لدولارات الناس دول عليهم تضييقات في الكويت اللي جاي كمان من مصر عشان يشتغل عشان يدخل عملة صعبة للنظام اللي هو بيلف عشان يأخدها منه واخد بالك من الدائرة اللي احنا بنلف فيها فالنظام في الآخر عنده مشكلة حقيقية الناس اللي جوها الكويت عندها مشاكل العمالة اللي مسافرة كمان عندها مشاكل وأنا الحقيقة حتى الآن ما شفتش رد أو تعامل رسمي مصري يعني أنا أتمنى في المواقف اللي زي دي دايما الحكومة المصرية المفروض تتحرك المفروض تاخد إجراء ليه؟ لأنه دي مش أزمة سياسية يعني أنت هنا مش بتتكلم مثلا عن الكويت معتقل أحد وفيه مطالبات حقوقية لا أنت بتتكلم على حاجة نيوترال خالص يعني ليها علاقة بالمواطن المصري البسيط الغير مسيس اللي بيشتغل في الكويت أو اللي عايز يروح يشتغل في الكويت وعندك الحكومة الكويتية بتبدأ تضيق عليهم لسبب أو لآخر السفارة المصرية هنا هي المتهم الرئيسي بخرق قوانين العمل في الكويت ده محتاج تدخل من الخرجاء المصرية يعني مصير نص مليون مصري ومصير الناس كمان اللي عايزة تيجي الكويت والاستقدام والكلام ده كله لازم الخرجاء المصرية تتحرك فيه لازم الخرجاء المصرية لو أستاذ سامح شكري يسيبوا من الحاجات العجيبة اللي بيقعد يعملها ويتصل بأشقاءنا في الكويت ويلوما جماعة إيه اللي بيحصل ما صحش كده احنا عندنا مشكلة احنا مش نقصينكم من الآخر كده يعني لازم سامح شكري يتصلوا لهم لو سمحتوا احنا أصلا غرقانين مع الصين وعندنا برميل بارود هينفجر في وشنا فالعملية مش نقصاكم وما تضغطوش علينا أكتر من كده لو عايزين تعملولنا حاجة اعملوا زي قطر كده زي السعودية أجلولنا الوديعة حطولنا مليار في البنك المركزي زبطونا يعني بشكل أو بآخر بس ما تضغطوش علينا بالعملات المصرية ده احنا مدين ايدينا في جيوبهم بقالنا كم شهر وعايزين ناخد فانتوا هتيجوا تقول لهم مفيش استقدام ومفيش فيز والصفارة عملت والصفارة خربت وبتاع فما يصحش فنصيحة لسيادة الوزير سامح شكري انا اديتك وغششتك وبرشامة صغيرة روح بيها لاشقاءنا في الكويت وتكلم معا انه يا جماعة الخير الامر ده لا يليق ما يصحش كده احنا اشقاء وانت الفلوس عندكو زي الرز كما قال فخامة الرئيس وبالتالي احنا عايزين نتعامل معاكو يعني بشكل اخر وانتو توجبوا معنا فلو بس يعني فخامتو سموه معا مليارين اتنين تلاتة اربعة ودي عبتاعكو تأخروها لنا نكون متشكرين جدا بس بقى الحاجات الصغيرة تقول للصفارة خرقت قوانين العمل ما تخرقها يا اخي يعني يعتبر اخوك الصغير واحنا اخواتكو الصغيرين دلوقتي يعني فما تزعلوش حقكو علينا وروح طايب خطرهم وبصرصهم خد منهم مليار ولا اتنين وارجع بيهم البنك المركزي وتبقى العملية جبرت تبقى انقصت النص مليون وانقصت نفسك وخدتلك دعمي مشيك شهرين ثلاثة لكن الحقيقة اللي حصل هو استمرار للفشل الدبلوماسي المصري الداخلي والخارجين اتكلم جد شوية اللي حصل دي كارثة كبيرة وهتؤثر على مئات الالاف من المصريين ولو لم يتدخل النظام بشكل عاجل الحياة الموضوعها هيسوق اكتر والنص مليون هيبقوا مليون وهيبقوا اكتر والقصة هتضغط علينا اقتصاديا فعلا وهتضغط على النظام من شرائح مختلفة بشكل خطر فلو النظام ده فيه واحد لسه عائل لازم يرفع سماعة التليفون كلم سامح شكري ويتحركوا فورا لحل مشكلة المصريين في الكويت